شهد الفريق سمو شيخ سيف بن زايد آلين هي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية في مقر الوزارة مؤخرا توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة الداخلية ومجموعة شركات نيكاي العالمية لتعزيز التعاون خاصة في مجالة التمييز المؤسسي عفوا التمييز المؤسسية والجوائز الخاصة وقع المذكر عن وزارة الداخلية الفريق سيف الشحفار وكل الوزارة ومن جانب مجموعة شركات نيكاي باراس شادابوري رئيس المجموعة وتهدف المذكرة إلى تعزيز التعاون بين الجانبين ونشر التكنولوجيا في التعليم والتدريب ورفع مستوى البحث العلمي والتدريبي لمنتسب الوزارة من خلال تأهيلهم وإكسابهم المعارفة والمهارات لإدائهم أهامهم المنطة بهم بكفاءة وفعالية